انطلاقاً من التزامها الكامل بخدمة الشعب اليمني وتخفيف معاناته قالت الحكومة إنها وافقت على تسيير رحلات عبر مطار صرعاء إلى الأردن خلال فترة الهدنة في اليمن وذلك بجوازات صادرة من مناطق الانقلاب الحوثي الحكومة شددت في بيان على التعهدات الواردة في مبادرة المبعوث الأممي والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافاً من أي نوع بالميليشيات الحوثية وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية كما ذكر البيان أن الحكومة لن تتحمل أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى وأوضح بيان الحكومة أنها وجهت السفارة اليمنية في المملكة الأردنية الهاشمية بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكافة المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة الحكومة دعت في البيان المبعوث الأممي والمجتمع الدولي إلى تطبيق كامل لبنود الهدنة وإلى الضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات والشروع الفوري في فك الحصار الوحشي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات عن مدينة تعز وأهلها والبدء في فتح المعابر المؤدية إليها لتسهيل تنقل مئات الآلاف من المواطنين كما دعت المبعوث الأممي إلى الالتزام بتسخير العائدات الجمهوركية والضريبية للمشتقات النفطية لميناء الحديدة لدفع رواتب القطاع المدني لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الإنقلاب ترجمة نانسي قنقر